موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من الشرق الأوسط التي عنونت لهذا اليوم مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نريد بقاء الدولة السورية وليس الأسد سمنثة باور للشرق الأوسط وجوده في السلطة سيجذب المقاتلين الأجانب داعش يسيطر على إجزاء من مخيم اليرموك في دمشق المتحدث باسم التحالف عصفة الحزم مستمرة وتحقيق أهدافها المرسومة على جميع المستويات عصفة الحزم مصير الحرس الثوري وحزب الله مثل الحسين الدوحة تكسر الجليد مع مصر وتعيد سفيرها إلى القاهرة أما في العربي الجديد المعارضة السورية تسيطر على كامل الحدود الجنوبية مع الأردن التأثير النفسي للحرب في سوريا جنون النظام وكوابيس داعش الأسد وبوتين يؤزمان علاقة السعودية والسيسي فلسطين تنضم رسميا لمحكمة الجنايات الدولية الجامع العربية ترحب بانضمام فلسطين للجنائية الدولية عصفة الحزم تستهدف الطرق المؤدية إلى عدن الإنزال البري في اليمن جولة عاصفة التحالف المرتقبة رفض الطعن على براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين سبعون ألف فلسطيني ينتظرون فتح معبر رفح مقتل مهاجمة واعتقال آخر بهجوم على مديرية الأمن باستنبول أما في القدس العربي فقد تعنون لهذا اليوم أيضا النظام السوري تخبط في الساحل وصواريخه تسقط في قرى علوية عن طريق الخطأ دمشق القديمة تتحول إلى مربع أمني لإيران هل بدأت دمشقيون دفع ضريبة الصمت سكان عين العرب يواصلون مغادرة تركيا والعودة إلى منازلهم تقرير للأمم المتحدة سوريا والعراق مدرسة رفيعة المستوى للمقاتلين الأجانب إيران أستاذة في الفوضى والحملة السعودية في اليمن جديرة بالاهتمام الحوطيون يقصفون أحياء في عدن ويقتحمون منطقة قرب مطارها أنباء عن تحريك إيران قطعا بحرية نحو باب المندب أوباما يبلغ السيسي استئناف أمريكا تسليم مصر طائرات وصواريخ مقاتلون في مصرات يستولون على أسلحة من تنظيم الدولة الإسلامية إحباط مخطط لتنظيم الدولة استهدف سفارتي قطر والسعودية في ماليزيا وزير الدفاع الأمريكي من المبكر جدا إعلان الانتصار على تنظيم الدولة في العراق أما وكالة أنباء الأناضول فقد عنونت اليوم مؤيدون لداعش يعلنون مبايعة عشائر نينوى العراقية للبغدادي داود أغلو يقول إن الإرهابيين منفذي عملية احتجاز المدعي العام كيراز كانوا على اتصال مع جهات خارجية أثناء احتجازهم له مؤكدا أن السلطات التركية كانت تتابع ذلك مجهول يقتحم مقر العدالة والتنمية في اسطنبول أكثر من ألف إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى خلال مارس حماس ترحب بانضمام السلطة الفلسطينية رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفي موقع تركي بريس انطلاق عمل الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول وزير الصحة التركي لم يتأثر القطاع الصحي بانقطاع التيار الكهربائي أمس مسؤول تركي الاقتصاد التركي سيشهد نموا أكبر خلال العام الجاري انقطاع الكهربائي في تركيا تسبب بخسارة قيمة 800 مليون دولار شبكة شام نشرت مقالة لزين مصطفى بعنوان مانحون باسم الشعب السوري وليس له يقول الكاتب بان الامر ليس مفاجئا عندما نقول ان مؤتمر المانحين الثالث الذي عقد في الكويت وجمع عددا من المليارات باسم اغاثة الشعب السوري لن يكون مردوده للشعب السوري الذي يستحق كل قرش تم جمعه ويشير الكاتب الى ان الثورة لم تستطع ان تنتج معارضة سياسية قادرة على ظهور بمظهر يمكن للدول والمنظمات الدولية ان تنظر اليه كممثل حقيقي وفاعل وحازم للشعب السوري ويشير الكاتب الى ان المبالغ التي جمعت في المؤتمر سيتم تحويلها الى الامم المتحدة لكي تقوم بتوزيعه على منظماتها وهيئاتها المعتمدة لديها وهي نظام الاسد الوحيد المعترف به والممثل المتواجد في الامم المتحدة وستخضع عملية التوزيع لمزاجيته سيما في المناطق الداخلية المحررة وتلك المحاصرة فلن يدخل ما قيمته دولار واحد دون ان يقابله عشرات الدولارات لموالي الاسد وتركز الكاتب على ان المعارضة لم تستطع حتى اللحظة من ايجاد حتى جهال توزيع المواد الغذائية والاغاثية ذات مصداقية واحترام دولي ولازالت تجربة وحدة تنسيق الدعم شاخصة امامنا فلا هي تبعت للحكومة المؤقتة ولم فردت بالعمل بشكل حظيت به باحترام حتى من قبل العاملين بها ويبقى ان نشير ان ما تم جمعه من مبالغ في مؤتمر الكويت لا يعتبر رقما ثابت فالوعود شيء والمنح الفعلي شيء اخر وحتى المبلغ النهائي المجموع سيكون هناك اعباء تثقله من مصاريف ورواتب موظفين واجراءات وما الى ذلك ولزيادة الاحباط هناك مبالغ كبيرة ستعود على الدول المستضيفة للاجئين السوريين كالاردن ولبنان تحت مسمى خطط الاستجابة لمواجهة اللجوء السوري ستخص لبنى تحتية ومساعدة المجتمعات المستضيفة والمتأثرة من تواجد اللاجئين اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا وثقافيا وا 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 ولا يسعنا الى القول مانحين باسم الشعب السوري وليس له موقع تركيا بوست نشر مقالا بعنوان الثلاثين والواحد والثلاثين من اذار المعارضة التركية لا تتعلم ويشير المقال الى ان يوم الثلاثين من اذار من سنة الفين واربعة عشر كان يوما تاريخيا قامت به الجمهورية التركية اول انتخابات شعبية بعد ازمتين ميدان غيزي والسابع عشر من كانون الاول الفين وثلاثة عشر والتي فاز فيها حزب العدارة والتنمية بالانتخابات البلدية بنسبة لم يسبق له تحقيقها واما يوم الواحد والثلاثين من اذار امس الثلاثاء فقد كان يوما مليئا بالاحداث التي شغلت وهزت الشارع التركي بدءا من انقطاع الكهرباء في حوالي اربع واربعين محافظة تركية بسبب عطل تقاني عطل النظام الالكتروني المشغل لشبكة الكهرباء التابعة لاحدى كبرى الشركات المزودة وصولا الى حادثة قصر العدارة في اسطنبول التي انتهت مساء امس بمقتل المدعي العام المكلف بقضية الشاب باركين الوان الذي توفي بعد سنة من اصابته بكبسولة قنبلة مسيرة للدموع القتها الشرطة خلال اشتباكات مع محتجي ميدان غيزي في مايو الفين وثلاثة عشر ودون الخوض في تفاصيل العملية وحاثياتها اريد ان انتقل الى جزئية اخرى متعلقة بالحادثة وهي تفاعل معارضي الحكومة مع الحادثة والذي يكاد يخلو من اي ادانة للمنظمة الارهابية ويصب كل تركيزها على محاولة احراج الحكومة من قبيل تصريح رئيس حزب الشعب الجمهوري بان سبب الحادثة هو انشغال جهاز الاستخبارات باشياء ليست من مهامها رغم علمه بان تأمين قصر العدالة ليس من مهام جهاز الاستخبارات وان كان لهذه الجزئية من دلالة فانها تدل مجددا على حالة اليأس والخمول التي تعيشها المعارضة التركية التي لا تتحدث ابدا عن مشاريعها وخططها التي ستنفذها في حال وصولها للحكم وانما تقوم باستمرار بتوظيف كل طار لغاية واحدة هي احراج الحكومة وتشويه حزب العدالة والتنمية غير واعية بان هذه الممارسات ادت مؤخرا الى زيادة الاصوات التي حصل عليها الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية ثم في الانتخابات الرئاسية ثم في نتائج سبر الاراء المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي ستقام في السابع من حزيران القادم رأت جريدة عنب بلدي في مقال بعنوان بصر التاريخ بان صورة مقاتل درع العفوية لم تحظى لحظة تحرير مدرج بصر الروماني على جوائز كبرى كحال فيلم المصارع جلادياتر والذي يدور احداثه في عصر الامبراطورية الرومانية ايضا والذي حصل على خمسة جوائز اوسكار منها جائزة افضل فيلم مقاتل حران الذين اردوا اعداءهم من قوات الاسد وحزب الله اللبناني على تخوم بصرة ربما لا يعلمون بطولات ماكسيموس بطل الفيلم او حتى قضيته في مقتل ابنه وزوجته ثم عبوديته لكن تربة حوران وعشقهم لها ومن ثم دفاعهم عن اعراضهم واولادهم الذين اشعلوا الثورة جعلت منهم ابطالا حقيقيين بعيدا عن استوديوهات يونيفيرسل هذه الارض تستمد قوة الحاضر من امجاد الماضي واصالة ابنائها لتبني المستقبل ويدل على هذا مشاركة شيوخها قبل شبابها في معارك القادسية ولن ينجح الدخلاء بالوصول الى مبتغاهما طالما فيها عرق ينبض كانت ولازالت من حوران هلت البشاير لعيونك يا شعب يا ثاير صحيفة العرب القطرية نشرت مقالا لياسر الزعاترة بعنوان الموت تحت التعظيب في سجون بشار هذو يشير الكاتب الى ان الصور التي نشرتها الجزيرة عن اشخاص قتلوا تحت التعظيب في سجون بشار الاسد ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد واذا قدر للتاريخ ان يكتب وقائع هذه المرحلة فان بشار الاسد وداعميه سيدخلون التاريخ من اوسع ابوابه بقتلهم الالاف من السوريين والفلسطينيين تحت التعظيب وسنسمع عن وقائع تشيب لهولها الولدان مع ان ما نشر حتى الان يبدو كذلك بكل تأكيد لهذا النظام الاب والابن سجل حافل في ميدان القتل تحت التعظيب وثم تشهادات وروايات رواية القوقع نموذجا يشيب الرضيع لهول ما فيها من وقائع اليوم يبدو ان الذكريات تدمر وسيدنايا والسجون الاخرى ستكون نزهة بالنسبة لما يحدث فيه سوريا منذ اربعة اعوام ليس السوريون فقط هم من ذاقوا ويلات التعظيب في سجون بشار خلال الاعوام الاربعة الماضية بل انضم اليهم اخوانهم الفلسطينيون ايضا وما نشر من وثائق يشير الى ان جحافل من هؤلاء ماتوا ايضا تحت التعظيب وسيعرف التاريخ اي قاتل هذا ويقتل سندوه لاعتبارات طائفية مجنونة وان لم يخلو المشهد من زبانيا من كل الملال والنحل ادمنوا التعظيب حتى صاروا حوشا لا بشرا ويختم الكاتب القول نظام كهذا لا يمكن ان يبقى جاثما على صدر السوريين حتى لو استمرت الحرب لسنوات طويلة اخرى فهنا والان ثمت اجرام يجعل من فكرة التسامح والنسيان امرا مستحيلا بكل المقاييس كما يجعل القصاص امرا واجبا وان كان من الصعب ان يطال الجميع لكن قصاص السماء سيتحقق بكل تأكيد موقع جنوبي الالكتروني نشر مقالا لمحمد الشامي بعنوان رسالة الى ولدي الازي الى المجهول حيث يوجه الكاتب رسالة الى ولده الذي سيبصر النور قريبا في ظل عالم يعصف به الشر والحروب ويخاطب الكاتب ولده قائلا ولدي الحبيب انا انتظرك بفارغ الصبر لا احمل في قلبي الا شوقي الكبير لك وقلق ممزوج بخوف من المجهول وفي عيناي خجل منك اخاف على رئتيك الصغيرتين النظيفتين اللتين لم تعرف الهواء بعض من هواء مسموم نتنشقه نحن المتورطين قبلك اخاف عليك من فساد يدس لك السم في الماء والطعام والدواء وفي اللقاحات وفي لقاحات فرضت عليك اصلا وانت لا ذنب لك اخاف على اذنيك الناعمتين من ضجيج دائم من ازيز رصاص يرافق كل مناسبة تافهة اخاف عليك من حروب مرتقبة في كل وقت اخاف عليك من كذب سيلاقيك منذ لحظة وصولك وسيواجهك ما حييت ولدي ساستقبلك بحب وباقة ورد ولن اكذب عليك واضللك بان الحياة في بلادنا مغمورة بالورود ساحدثك عن وطن جميل واعلمك التضحية والوفاء من اجله وازرع فيك حبه وفي الوقت نفسك سأرشدك الى ابواب كل سفارات وسأشجعك على الاسراع في الحصول على تأشيرات دخول الى بلاد تغادر اليها علها تنقذك من وحل غرقنا نحن فيه من قبل وعاجزنا عن النجاة منه ساخبرك ان العروبة قصة جميلة وسانقلها اليك كما سمعتها وان اللغة العربية جميلة ايضا وانصحك بان تتذوقها كالموسيقى ليس اكثر ولكن عليك التمكن من لغات اخرى لغات تستطيع من خلالها التواصل مع اخرين ساحجب عنك نشرات الاخبار ما استطعت ولا اعتقد انني سانجح بان ابعد عن ناظريك مشاهد الموت اليومي من حولك بعد كل هذا اقدم لك اعتذاري فرغبتي ببناء اسرة وحبي لخوض تجربتي انانية انستني ظروف المحيطة كلها وغيبت عني حقك بعيش كريم ورغبتك بحياة افضل لن اعيدك وعودا وهي بل ساعمل ما بوسعي للتعويض عن ذنب طوريطك واعيدك بانني من لحظة لقائنا الاولى سوف اعود طفلا عساك تقبل صداقتي موقع العاصمة ديلينيوز نشر موضوعا لفراس ابو الفخر بعنوان سامانثة باور وحشية نظام الاسد تسببت بتفاقم المعاناة الانسانية حيث وجهت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامانثة باور رسالة الى الشعب السوري اكدت خلالها ان تفاقم المعاناة الانسانية لما وصفته بالازمة السورية نتج في المقام الاول بسبب استمرار وحشية النظام وفق تعبيرها كلام باور جاء خلال المؤتمر الثالث للجهات المانحة لسوريا الذي انعقد في الكويت يوم امس حيث تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات انسانية للشعب السوري بنحو 500 مليون دولار وهو ما يرفع حجم المساعدات الامريكية للشعب السوري الى نحو 3.7 مليار دولار وقالت باور ان نظام الاسات شن هجمات بالاسلحة الكيموية ضد المدنيين واسقطت طائراته براميل متفجرة على المساكن والمدارس والمستشفيات لافتة ان قواته تتحمل مسئولية مسئولية عمليات التعظيم الممنهج وقتل المعارضين السياسيين والمدنيين كما حملت السفير النظام مسئولية عرقلة تسليم المساعدات الانسانية لسكان الذين يعيشون تحت الحصار مؤكدة ان ممارسات النظام ادت الى اسوأ ازمة انسانية شهدها العالم خلال هذا الجيل وعلى مر العصور واعتبرت سامنثا باور ان اي قدر من المساعدات لا يمكن ان ينهي القتال في سوريا مشددة على ضرورة التواصل الى حكومة انتقالية شاملة مبنية على اسس ومبادئ تعتمد على معاهدة جينيف وتعكس التطلعات الديمقراطية للشعب السوري بدلا من التكتيكات اللا انسانية والمحاولات المستمتة من قبل بشار الاسد للحفاظ على الذات واعادت باور التأكيد على انه لا مكان للاسد في مستقبل سوريا مجددة التزام الادارة الاميركية باجاد حل سياسي لازمة السورية وبمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بهذا المقال مشاهدين الاكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة